السلام عليكم مقتل الطبيب اللبناني فادي شهوان اليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة الطبيب فادي شهوان اختفى قبل عدة ايام وعائلته بحثت عنهم ولم تعصر عليه وشقيقه ابلغ السلطات اللبنانية باختفاء شقيقه الطبيب فادي وبالفعل السلطات اللبنانية من خلال المخابرات شكلت لجنة تحقيق وكسفت من عمليات البحث والتحري والتحقيقات وفعلا تم الاشتباه بسلاسة من التبعية السورية وتم القاء القبض عليهم في ترابلس ومن خلال التحقيق معهم احدهم يدعى غازي مرعب والاخر من عائلة المحمد اعترفوا بانهم استدرجوا الطبيب فادي شهوان من اجل سرقته حيث قاموا بسركة امواله وصيارته واعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا باطلاق الرصاص عليه لا حوله ولا قوة الا بالله مما ادى الى مقتله وقالقوا جثته في منطقة وعرة بقضاء الكورة السلطات اللبنانية عصرت على جثة الطبيب فادي وايضا ما زالت التحقيقات تأجارية حول هذه الجريمة التي شكلت حالة من الصدمة في الشارع اللبناني وعبر مواقع التواصل وهناك حالة من الصدمة وحالة من الحزن على مقتل الطبيب فادي شهوان بهذه الطريقة والمطالبة بمحاسبة القتلة والقصاص والاعدام لهم ان لله وان عليه رجعون ربنا يرحم الطبيب فادي شهوان وان شاء الله ربنا ياخد حقه من المجرمين وبكذا انتهينا من الخبر بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته